تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك اخر المتجدد على اتير غادي بلوس نحن معكم من الان والى حدود الساعة الثالثة تحية لكم من زميلي انوار الواح في الهندسة الاداية ولكم تحية زميلي علي فوكوس في تأمين النقل المباشر لهذه الحلقة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب ايضا تلي بلوس ماروك وايضا صفحة رسمية لسعيد ستوق بدون شكرا تحتو على اللائحة دي الفريق الوطني المغربي لكورة القدم هذه اول لائحة بعد كاس افريقية للامم كيفاش ممكن نديرو قراءة القراءة اللي تنسى الامم اللي غادي نشوف انا غا نحاول ما امكن كل حادا حيث اللائحة هي دي اللائحة هاد الربعة وعشرين هما اللي كن ما غايتغيروه جابها الساعة معدي لك هلا حدث شي طارع ولكن غا نحاول ما امكن ندير القراءة في الفكر دي اللي مدرب اتقام ديالو وغا نشوف شتو الاسباب اللي خلاتو يتخلى على بعض اللاعبين شتو الاسباب اللي اه نادى بها على اللاعبين اه من خلال الشي اللي تنشاهدو بسبب المرضو دي اللاعبين دي اللي دي الفريق الوطني سواء الممارسين بداخل البطولة الوطنية او خارج البطولة اه الوطنية اه هاد القراءة هي قراءة ديال اه تحاول ما امكن انسان يدير مبررات تقلبوا المبررات ولكن الحقات ما عند المدرب طيب الى درنا لائحة وشفنا اللائحة شو غا دي اللقاوه غا دي اللقاوه احنا اخذينا كمعيار لائحات ديال كأس افريقيا لحيد لائحات ديال كأس افريقيا ما غا نلقاوش فيها بزاف ديال لعابة اللي مكان شاي بنسبة الدفع مكانش غانم سيس يونس عبد الحاميد نصير المزراوي في الواسط مكانش سليم املح اسماعيل الصيباري وبنسبة للخط الامامي مكانش ايبو فالس تي سودالي زنزولي امين حارت غا نشوفوش كو ناوما اللعابة اللي جاو من خارج الاعادة الكاس افريقيا باش نحسبش ناوما متغيرت لكينا في هاد الاعادة اشرف ضاري يوسف الخديم براهم دياز إلياس اخوماش سوفيان راحيمي وإلياس بن صغير لا احد يال كأس افريقيا كيف سبع وعشرين ده بكين غير ربع وعشرين اول ما غا يتبادل الدين هو العاميد ديال المنتخب الوطني غانم سيس غانحاولو نقولو بدي علاش بكين شي سيس علاش انا تنفترض انه المدريب وهذا هو اللي معمول به غايكون تصل بجميع اللاعبين هادي مسألة منطقية لانه معمول شي مدريب غير نادي على شي لاعب او اه غادي اه خوص انك اللاعبين اللي غايجيوا لأول مرة او للاعبين اللي عندهم اسم ما يمكنش غانم سيس اننا غا نقول لعبنا معاه وكان عمي ديال فارق الوطني وما غا نعيطولوش بلا ما نهضروا معاه يعني نهضرها معاه كياش غتكون الله اعلم غانم سيس غنديرو الاسقاطات اللي يمكن نديروها شنا هي عنده ربعة وثلاثين عام اربعة وثلاثين عام واش غايب قفل مشروع ديال كاس افريقيا الفين وخمسة وعشرين كي اللي يقول بي انه كي لاعبين لعبو في خمسة وثلاثين عام وستوثلاثين عام ولكني خاص لعب لي في خمسة وثلاثين وثلاثين بيبي ديال لي كان عند الرياضة بقي الانت يلعب ان كان عنده تسعوثلاثين عام وصل الهربعين ولكني لاعبين شوفهم على الجاهزية ديالو خاصل في هذا السن هذا اذا الغياب ديالو غايكون عنده مبريرات وغايكون باتتفاق مع اللاعب هدف هدف اعتقدي لا اعتقد بانه غان عيطوه وغان هدرش معه كنهائي لبحلا عمره مكان يوسع عبد الحاميد يمكن في الشيء انسان هيعيط له شكره للخدمة اللي يقدم لانه الوليد عنه سبعة وثلاثين عام ما يمكنش بقي نتذكره لي بانه فريق الوطن مغنم نوصية المزروي هدي حالة خاصة هدا مو صعب لا اعتقد بانه نوصية المزروي غايكون خارج من التشكيلة هدا غادي قدنا الشيء امور خالي غا نتذكروا عليها على اللاعبين اللي بإن كانوا ما يرجعوا حيث حين عدنا 24 ولاعبين اللي بإن كانوا يرجعوا ولا رجعوا غاتوا اللي سبعش ولا ثمية عشان ما نود لائحها براس هاللي كينا بالان نرى ما فاشي لاعبين اللي وما اللي غايبقوا دائما في الواسط السليم امن لح ده التمن ديال انهو الدور ما درش مباريات سيفرقية مع فالانس ما تيدخلش بشكل رسمي تيلعب يمكن لاعب اللي ما غاتشت في وجوه الباب هكذا تنحاون دير القراءة ما غاتشت في وجوه الباب ولكن يعني على اس انهو يطور من المرضو دياله وياخد رسمية دياله الى واحد يقتل لاعب رسمي في فالانس ولا يعني في مستوى كبير ما تنظنش بوحد يمكن لاوالو انهو كاسي فرقية ما هياش فما عايطولو شيء سماعي الصيباري لاعب اساسي ديال بايز في مصاب لمعنى انما هدرت على مدوستان مزراوي وهدرت على اسم الصيباري هدو اللي غادي يرجع للفارق الوطني بعد مما يتشفه نفس شيء يمكن تقال له بوفيل لانهو تيتقال بانهو موصاب ولكن كيف ما كان الحل يعني بوفيل ثلاثين سنة بقي امكانياته وبقي المكانة دياله في فارق الوطني المغريب شارت انهو يرجع للامكانيات دياله ما تنقولش بانهو غايبقى يرجع للفارق الوطني غا رجع للفارق طبعا غير رجع التنافسية دياله ممكن ترجع للفارق الوطني طريقتي سودالي عنده تنافس مع مجموعة من المهاجمين فتنعرفو بانهو انصيري من اللعيبي الاساسيين اه ايو بالكعبي داير موسم رائع جدا فما تنظنش بانهو المدرب غايفكر يجيبت لديال المهاجمين باعتقادي بنسبة لجيال المهاجمين هو يكونوا كخيار تالت ولكني غايبقى دائما في المفكرة ديال ديال المدرب عبدالسامة ززولي ما حاضرش ولكني حاضر فارق الولمبي وهذا تيبين بانك كان هناك تنسيق ما بين طارق سكتيو ولي درق لكي يعني ززولي اه غايبقى حاضر فارق الولمبي وان كان المرضو دياله نقص شوية ولكني ما يمكنش لعاف ها السين اللي بقي صغير غا تقول لا صافي انتهت لمهمة ديالك ولكني ممكن تذكروا لي كم شروع ديال اللاعب يكون اساسي في العلعب الولمبي وما تنظنش بانهو لهاد درجة بانه غا نقول الله لا يستحق انه باش يكون فارق اه الوطني ثم المشكلة ديال امين حارث امين حارث عدم الحضور ديالو صيف السار علاش لسبب بسيط اه المدرب عنده قناعات ديالو ولكني احنا كمتتبعين لما تنشوف دائما تنحاول نطلق على المباراة تنلقوا بانهو لاعب رسمي اكتر من اوناحي اكتر من اوناحي حتى شي احد ما غاين ما تنديروش احنا مقانع لاش عايت اوناحي لا غير باش نبينو بانهو اه ما عديل المدري بشاف بانهو ذاك البروفيل ديال 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 حارث يمكن عنده بزاف هاد العاب اللاعيت لهم وبالتالي فكان خصو يدير الاختيار اختار بانهو قال بانهو اناحي يمكن يكون اكتر تلقوا من مع اللاعبين اللي كانوا في الوسط من حارث هذا السؤال ممكن التوضع لانهو الوحيد اللي غا يعطيه السبب هو المدريب اما انا بالنسبة لي حارث انا شو من اللاعبين الاساسيين بداي لانهو كان واحد في هاد الاخير كان في اللائحات ديال الاحسن اللاعبين او في المنتخب ديال هاد الشهر وقيلة او في هاد الدورة المهم يعني كل حال بين اللاعبين اللي تلعبوا في المستوى اه عالي نشو الان اللاعبين لجو اشرف داري اشرف داري خرج من بريست مشاق الفاريق ديال شاق لغوة والتي يلعب اه داري يمكن من الفجال الفاريق الوطني والعب اه المرضود دياله في بريست ما كان شايف موسى وكبير وما كان شايف يلعب زاف اللي خلاه يتبعد ولكني لا يعني بانهو انتهت المصار دياله يمكن غا يستفد من كون انهو اللاعبين اللي في داك المركز ما كان يش كتار ما كان يش كتار اللي عنده جريبة هو اللي كين دابا يلا غنديرو القراءة في اللاعبين اللي كينين اللي غا ديلعبو مع اقرد لأقرد هو رقم واحد دابا في الدفاع اللي كينين كين هو ابقار اه وشادي رياد يمكن داري عنده اكتر جريبة بنسبة لي خصو يكون عنده ربعا ديال المدافعين ديال الواسط هما اللي كينين اللي هما ابقار داري اقرد رياد يعني الاختيار ديال داري ما تنظلش بانهو كينلي غا يظهر له مفاجئ لا ماشي مفاجئ عادي جدا يعني رأى واحد لوقتي مين ما كانش داري جاهز لما نعييت عييت ليونس عبد الحاميد اللي عنده ستة وتلاتين سنة بمعنى انهو هادا كل المكرش فيه صعيب ما فيش يلاعي بين كتار اللي يمكنهم يلعبو يوسف الخديم هادا اه مدافع عيصر حتينا شفنا اللائحة غا ديالقوا بانهو تيدير تونائيات بقي صغير ستاتاش سنة معايا لما دلي تجدلوا العقد حتى الافين وثمانية وعشرين وريال باش تجدليك العقد تافين وثمانية وعشرين خسك انا ما حسوش بك بانك عندي امكانيات صعيب اذا هذا اه كا ما غنقوش كرقم تاني ولكني الى جانب من عاطية لانهو جديا للمدافعين وكان الشيبي اه والشيبي خاصو كي اسميها يعني اه يحاول ما يمكن يبقى يعني اه كاسميها ازكي الوضع ديالو على انهو مؤهل باش يكون في الحترة الى الخديم مشا مزيان كظاهر ايصر الى مشا الخديم زيان كظاهر ايصر رغا ديولي هو وعاطيت الله كظاهر ايصر وغا دي انتقل ممكن ينتقل التنافس مشا نقول تنافس ولكني ممكن انهو المزراوي راه البلاسة ديالو هي ضاهر ايمن ماشي ضاهر ايصر وبالتالي هاد الحالة هي اللي غا يمكنك كيفاش يعاجها المدري بما يكون عندوش ديال لاعبين في حجم مزراوي وحاكمي جوج واش غا يلعب واحد يقلس واحد هدي اول هدي هنا فين غا تبنل يعني الخبرة ديال ديال المدري كيف يتعامل معهم خلاص ابراهيم دياز ابراهيم دياز غا يجيكا لعب ازاسي غا جنقول بانو غا ما ما لا غا دي تجربه ولا غا يكون لعب ازاسي غا يكون هو المحوار واش غا تبنع ليه الفرقاء او انه لا غا ديكون بحاله بحال لعبه غا نمشي بوحد هدي امور اللي غا تحدد في المباريات الجاية ماشي ده بحنا غا نتخيله اه دور اللي ممكن يلعبوه كل كل لعب ايلياس اخو ماش هذا بحال من حيدنا بوفا جبناء اخو ماش يعني غا تلقاهم سوفيان راحيمي حيدنا زوزولي جبناء راحيمي ايلياس بن صغير ما كان شيء عن من حارث يعني تتحاول انه هادك اللعب اللي اللي ما عيت لهمش عوضهم باخارين اذا هاد هي القراءة ديال فقط ديال اه ديال اه كيفية الاختيار وطبعا قلت بانه كين هناك الاشكال ديال بعض اللعبين اه مبدعين هاد الشكيلة هدي فين غايبا تأثير ديالها هي في المقابلات الجاية في جوزية المقابلات الجاية ديال انغولو ديال الموريطانيا كيفاش يمكننا تحتعليهم اه طريقة ديال اللعب واشه تبقى بنفسها ام انغا تغير طريقة اللعب لانه يمكن لعبين اخرين عندهم مواصفات اخرى يمكن كي اللعب اللي تيلعب في الخط الامة ما تي ماتي قدرش يلعب 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 كمدافع ولا يدير ذاك السيستم ديفونسيف كتر من كي اللعب اللي تيبقى واحد حرية مطلقها يلعب وفل كيفاش غا تدير ما بين اه توفق ما بين لاعبين الجدود واللاعبين اللي كانوا تيلعبو عندك اساسيين هادي بزاف ديال الامور اللي غاير المدري بخي يتغلب عليها ماشي بآ ماشي بالصرمة لا اللاعبين تتخذ تتخذ بيديهم دهو لاعبين عندهم امكانيات ديال وكل واحد يحسب رسمي انه لاعب في مساوى اه عالي اه التوظيف ديال اللاعبين ده بمجموعة من اللاعبين اللي تتبني انه عندهم من رسمية ديال وممكن يلعبوا ايه لا هادرنا على ضياز هادرنا على راحيمي هادرنا على شكول في الدفاع اللي غادر مها اقرد شكولة غادر فوسط الميدان غتعتمد على على امره مش كولة غايكون حداه واش يكون حداه ايرتشاردسون ولا العزوزي ولا الخنوش يعني بزاف ديال ديال اذا المدريب في هاد جو ديال المقابلة واش غيدخل اكبر عدد من اللاعبين باش نشوفوهم ام انه ولا غايقولك او دي انا الفرقة ديالي عارفها دك تغييرات البسيطة او ما شي بسيطة اللي جوا لعب اكبر هاد تغييرت لي غندير غندير اه تغيير ولكني في دل استقرار ديال طريقة ديال اللاعب ام انه خصين دير انه هاد لعاب اللاعيت لهم نشوفوهم نشوفوهم في سبعين دقيقة ولا في ثمانين ولا في تسعين لانه هاد لعاب راكن فيهم اللي مشى الكأس يفرقي ومالعب تدقيقة الى ما دخلوش في هاد المقابلة هادو وإلا كنا هاد المقابلة غنبحتو فيهم على الفوز وغنقلبوه على الفريق باش يظهر مزيان واش غاي يظهر مزيان باللاعب اللي عارفي اللي انه ده بحنا حاكمي تنعرفو الاغر تنعرفو امر بتنعرفو اه زياش شنعرفو اه اللتي خص هو انه المدريب يعني احتف زف ديال الحواج ممكن يقول لك ودينا لدخلت انا براهيم دياز ندخلو كاساسي وشيء طابعي الى دورت به اللاعبين اللي احتوا مع عد غنشوفهم تيقول كودينا احتف زياز فوز الفريق الاصلي باش نشوف شنا هو هاد الدفع اللي غادي يعطي للفريق عندنا رب زف ديال الحسابات اللي ممكن تقول الا انا ندخل دياز وندخل متلا راح يمي فوز الفريق الاصلي مقدروا نقول باش نشوفو مش اضافة اللي غايمكن يقديرو الى انا غا ندخل راح يمي وندخل دياز وندخل الى تارتسون ونخرج يعني قاعل لا 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 الاساسيين اا فهات الحالة هادي وش انا غا نشوف المرضود ديال الفرقة ولا مرضود ديال اللاعب راه خصنا نفرقوا ما بين هاد المقابلات هو شو بغينا نشوفوا المردود العام ديال الفارق ولا المردود الفرضي ديال اللاعبين لاعبي لاعبي لا دخلتي فوسط شكيلة اساسية شكل ولا دخلتي بحاله وبحال اللاعبين تيتجرب شكل اخر بخاص هدك اللي غادي يدخل دخل حاس براسو بانه دخل في فارق اللي هو بغي يعطيه اضافة معني تظلية واضحة الى انا ادخلت الفارق الاصلي العملية ماشي سهلة الى انا ادخلت الفارق الاصلي ودخلت عليه لعب من اللاعبين الاساسيين او جو جيال اللاعبين اللي جبتهم وغنشوف واش المرضود ديال الفارق بقى هو او تحسن شكل ولكن هاد اللاعبين اللي هما مثلا جوج ليهما اساسيين مع لعبين اخرين لي ما لفيش يعبوا مع الفارق الوطني ودخلتهم يعني وخنشوف اللاعب ما تشتوش فوسط الفارق الاساسي اذن واش الفارق اللي هو يدري اللي يعتمد على الفارق الاساسي ويدخل لاعب اللاجوج من هاد اللاعب اللي جو جداد ام انه هو غي يقدم على تغييرات هذي كلها معني فرضيات وكيف مدر لها الى كانت النتيجة وكانت المرضود فهو نجح في العملية الى ما كانتش النتيجة غايت تمفشل في العملية على كل حال الان العناصرية موجودة معروفة معروفة اللاعبين معروف فارق تبقى الان المرحلة التانية مرحلة اللولة احنا عرفنا فيها اللاعبين وعرفنا بانه كين بعض اللاعبين اللي غادي يرجعون للفارق الوطني وهاد اللاعبين اللي كيني الان باش يمكن لهم يتحيدوا خاصوا ميبانوا على ارضيات الملعام بانهو ما قدوش يعني يمشيوا او يوصلوا للمستوى اللي يخليوا بقى فارق الوطني علما بانه لبعض منهم راه هرسميه في الفارق الاولمبي اذا العملية راه مركبة مركبة ولهذا احنا خلنا نشوفه جديد المقابلات شنو غادي يعطيه ونشوفه الطريقة باش غادي يدبر بها المدرب بالمقابلات عدك ساعة مكننا ان تحتو اما الان فاتي ضرية اللاعبين اللي كينين بسيطنا المو راح هذا اللي قلناها على على الحارث فاتي ضرية كل شي حاضر اللي ما حاضرت الفارق الاول راح حاضر في فارق اه الاولمبي اه بالنسبة للفارق الاولمبي اه اللي شتفيه هو بعض اللاعبين ديال البطولة الوطنية وهذا الشيء مفرح صراحة يعني اه 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 كين راشيد غنيبي من الفتح الحارس وكين اه المهدي مبارك من الرجاء وهذا من زمان تنقول بان هذا الوطنية عنده امكانيات اللاعب ديالو اه لعب ديالو كما تنقولون نضيف نقي كرة سويلا سهلة 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 ودك السال ماشي سهل وعنده واحد نظرة كبيرة اللعب اه ماشي عنيف لعبه ولكنين لعب ديالو مزيان كرة ديالو مزيانة سهلة تعطيك كرة سهلة ماتي محنكنا مع كرة ولولو ويخرجها من الضيق اه كين حمزة ايجامان عنده مؤهلة ديالو مهاجم اصط مزيان يعني خصي اللي دارو بمجموعة من اللاعبين اللي يمدون الكورات بلا ما يقلب عليهم فا يعني اطباك الله صحيح اه رجل يومنا رجل اليسرى تضرب الرأس مهاجم داخل اه معني جمعين امكانيات اه عنده وكين هادو مريد هدا يمكن اه اه المدرب سكيتيوي ممكن كنت يعرفو قبل اللي هو تصفيق بنت طيب وشتو هدا مع اتحاد تورغا مهاجم اصط مزيان 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 عنده امكانيات فنية و يعني ممكن يكون من المكاسيب ديال الفريق الاولمبي وطبعا كيلاعبين الاخرين اللي عاجوا للفريق الاولمبي وكتير منهم كتير منهم عندهم ملصق بال اه دب احنا بصادات تهيئ فارق اول طبعا تنهيئ اقصائية كأس العالم وكأس افريقي لا تكون في خمسة وعشرين في المغرب تنهيئ الالعاب اولمبياليكي في الصيف الماجي ونهيئ بالمقابل لانه هاد لعبة ديال اقل من 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 23 سنة اغلبية ديالهم ستكون في كأس العالم ديال الفين وثلاثين ان شاء الله في المغرب وهذا يعني بيعنا دوما اللاعبين راك ورد القدم تمكن لا تجيب ليك واحد اللاعبين اخرين يعني كيلتي يعني يعني الما تنشوفه اقل من 23 سنة لا يعني بيعنا هورا غادي ناخدوا اللعاب اه ما يمشي للفريق الوطني الا اللي قل من 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 23 ولكن تكون مؤشرة كيلعابة اللي يدقوا للفريق الوطني حتى دور 24 و25 وهذا يعني بانه راه ممكن انهو الفريق الوطني للخصا للفريق الاول ممكن انهوي اه الباب القابل ديال مفتوح امام مجموعة من اللاعبين هاد شيء اللي ممكن يتقل بالنسبة اله انا غادي نحاول ناخد اله للا كاسمي الارتسامات ديال او التعليقات ديال مستمعين والمشاهدين عن طريق الواتساب لانك اه اشكال على مستوى الهاتف اه في الرقم ديالنا اللي هو صفر ستا 191 91 91. واعيد صفر ستا 19 واحد وتسعين واحد وتسعين واحد وتسعين باش ان اه بكل واحد نحاول ندر واحد النقاش معه المستمعين اه نحن ندير واحد القرآن مع الاخوان ديال الفيسبوك كيف يزاف ديال تعليقات الشرف ضاري لا علاش ما تحكمش على واحد غير عفاك في من جيونا هدرو على الفريق الوطني نخرجوا من دائرة أنا ويدادي أنا رجاوي حيث في يلي كثيرة الفريق الوطني نتذكروا يكذا كلعب خذوه كلاعب مغريبي خذوه كمغريبي ويحكم عليه كمغريبي وهضرت وعطيتم بعض المبررات هنا يلا كين شي حد اخر يعني يعطينا شي مدافع اخر ما فيها بس كله ودي بيناه كين واحد فلان يستحق يستحق من غير ضامي كين فلان ليستحق السحارة ما تنظنش بأنه سكتيون بعدما بانولو بانولو رعادي اللعبة رعيت لهم كون بانولو ثمانية غا عيت لهم باشي بانولو تلتاشر واحد وقال لا غا نعطينا اربعة وقال لا راه الى بان 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 شي لاعب ليستحق راه ممكن يمشي وده بانا تنقول دايما في هاد الحالة هادي اي واحد يقول يبغيت فلا نقوله حيد وحيد واحد اخر حيد راه ما تختاروش ستين واحد سبعين واحد راه يلا بلك شي واحد مسي ينقوله بدي مقارنتهم عادة وغان رجع للشريطة نتذكر علي دائما اللي هو بنسبة اللاعب ديال البطولة الوطنية كين فيهم اللي يستحق ولكن اللي غا يستحق رخصوتي دوس واحد كيغسميها مش يتيستحق حيتي شدكورة راتي حيتي غدي تستحق لما تيكون في واحد المنظومة ديال مشي المنظومة عوثن ديال ديال هاد شي تيتذكره للناس لا المنظومة كوروية في داخل مبارا لما تلعب مقابل فيها التنافس وفيها اندفاع يمكن لك هادك اللعاب اللي عنده امكان تيمكنه يبان ولكن نفوس الطريقة بشي اللعبو صعيب 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 خصو يبان وخصو تكون عنده اه ما نعرف الاقاع ديال المقابلات بشي اللعبو ما تيخلي وش اللاعبين المزينين يبانو اه السلام عليكم معاك علي من فرنسا تحياتي شكرا لك سيدي اه في الواتساب عندي واحد سيد من 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 كندا تي تسأل باش نعني باش من انك ما عنده علاقة بالفريق الواطني الاول لكن عنده علاقة بلا واحد سيد من كندا تيقول انا من كندا وعنده ولده تيلعب اه شي اللاعب السابق ديال اه ديال اه المحمدية الناصري كان قال له حيث هو ود المحمدية قال له ولدك تيلعب زيان اه ما كراش انه حيث في كندا ما كي غيشوف وحد صعيب في كندا قال بي انه عنده 18 سنة ولا قلم 18 سنة وتيلعب زيان وبغاه انه واش ممكن انه يلعب وش تيطلب على طرق باش يمكن له يعني يتواصل لانه بغاه ولده يلعب مع المغرب طبعا باش يمكن له مع المغرب خصت تكون انه امكانيات كبيرة هو باه تيقول بانه مزيان شافوا الناس مزيان ولكني هذا مش بوحده يكفي تخص اللي غادي يشوفو فانا ما وتسأل فالهاتف ديال الجامعة معروف او للميل ديالهم معروف يمكن تواصل معهم عن طريق الميل خبرهم على الاقل دير دير لعليك باش واحد النهار اللي لا يعني لا قدر الله مع المنتخب ديال كندا ما نقوله شي بانه رامع لم تجبه غير انا غير مباب البسط علاش لانه يلك تبتير غادي يجاوب بالطريقة او باخرى قد يقولك اعطنا للفيديو ولا اعطينا شي حاجة في حالة شكركو ايو انا غير من انك انت يترجى تيقول عفاك انا ومو صير على انه ولدتي الام زيان انا اه اه ادى خبر انا قدمتو من اجل المصلحة ديال ديال الكورا المغربية غير مسايس اه تيقول بانه واحد تيقول بانه يعني اه السين دياله ميسم نهاية المشوار فانا تنقول بانه يعني المدافعين اه تي لعبو في سن كبيرة ولكن بشرط يبقى في 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 تنفسي ما يخش ما ما اخش شي كتر يعني ما ياخش الوزن ويبقى دائما اه بنفس ال كيما هدرت لكم عنا بيبي بي 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 ديال بورتوغال اللي كان مع الريال ربقتي لازم العماء اخسر مع بورتوغا قيلة اه ما قيتانا فوستيبان بان بحلا عنده الله عنده اثنين وثلاثين عام يعني الى كان ممكن وبدو نشك انه هو وليد الرجاء يكون هدر معه مع ديال الطرف الاخر اللي هو غانب تيقول او دياله انا بارك علي يا ما عرفش يعني حيث ما يمكنش يعني لا اتتصور بانه وما هدرش معه حيث انا تنقول بانه المدربين عنا تيبغيوا التواصلوا الشي غت اه التواصل مع اللاعب رشيء مهم اه نشوف اه بعض ال نحن حكيمي اه مع الريال فمستوى عليه ولكن مع المنتخب اه شوف اه هذا المباريات التي تلاعبوه اراها لما تتهضر على الريال تتهضر على الريال اللاعبين ديال الريال ومعامل لحبين الريال وتهضر على حكيمي مع الله باري سان جيرما لما تيلعب معها في المباريات على مستوى العالي اراها منظمة متكاملة. منظمة متكاملة. يعني انه خسنا ندرو داك العامل ديال انه يعني المباريات متى مباريات متى تشبه. احتوالوا عن المستوى العالي للمستوى الافريقي. وغد تلقى بي انه هاد وصيمين اللي دار دجا في في نابل. شدار في في يعني الاغلبية ديال اللاعبين. اغلبين صلاح محرز ماشي ماشي. حقاك. حيث هذوق اللاعبين تكونو امم تستغلهم ف واحد منظمة معينة. منظمة ديال اللاعب معينة. يعرفين معني هما اللي مهم اللي يكونهم. هما اللي تعرفو يخرجوا منه مشي الكتير. لما غتخرج واحد من منظمة لواحد منظمة اكيد بان المستوى . ممكن تقل. ولكن يعني احنا تنقول بانه المدربين هم اللي عندهم الامكانية باش انه يخرجوا من العابدك الشي اللي تشوفوه في الفراقي ديالهم. اه. اه دياز. مفحال كيف كايد معف اه معف شنو اقصد ما فهمش شنو شي شي كلمة مكتوب بالعربية معارش شاين. اه تحية ليك سي سعيد انتمنى التوفيق اه الويدر قليل وكلمة خصوش يتعامل مع سوفيان الراحيمي. اه ميتل عبدالرزاق حمد الله ويعطيه وقت كافي. شوف الوقت الكافي يخصوش طال الجميع لانه ده باحناه نظرنا على اللاعبين اللي مشاول الكأس افريقيا وما لعبو شي. من الحسن لحد انه عيت لهم عيت لهم. يمكن في واحد الوقت يقول بدي كأس افريقيا هدي صعيب اخص نشيب اخص دباف هاد المباراة اللي بديها غير انا غير عندي تساؤل. واش ندخلو الاغلبية باش نشوفوه من انا باش تشوف فرا مخص شي مقابلة ولا جوج. رجل دي المباراة مخصوش فيها اللعبة كاملين. فرا عندك اربعة وعشرين لعاب. يعني كي غتدير. شي غتشوفوه نتساعة شي تولو تساعة ولكن انت رخصك تلعب ندير مقابلة وهو عنده واحد الهاجس ليسكنوه وانهو الناس تخرج راضيه على على الطريقة باش لعبوه. اذا واش يدخل اه غير اللعبة اشداد. ما عادي لابغا يدير خاليط ما بين لاعبين الاساسي. وانا قلت لك فالفكرة اساسية هي انه لما غا تجيب لاعبين. تتقول بانه هادو اضافة مية في المية. ما يخصك باش تشوفوه مخص تشوفه فارق الاساسي. فارق الاساسي باش تشوف طريقة ديالله معادي مكلا مقابلتين تغير. بارا انا امتقل بانه واذا الرياض بقى يفكر مية مرة. واش ندخل الفارق الاول غا ندخل عاو تاني اللعبة كاملين وغا نشوف داك المراكز لما كينين شاي. لما كين شاي اه سايس. شنو غا ندير تمك. غا يفكر. غا يبقى يفكر. واش ندير ابقار. ندير رياض. ندير شو الاختيار ديالله. غا تشوف شو غا يختار. خصو يختار واحد. هاد الاختيار بنعل عليش. بنعل الشي اللي شايف هو. مش اللي سامع حلا ولا شايفينه. يمكن هو شايفهم كتر منا. شكروه هاد لعب. يما غا يجير وسط الميدان. الى ما عنديش املح شكرو غا ندي بلس املح. الى غا ندي نضياز شكروه انجلس حداه. واش يعني نفس الطريقة نفس اللعب. لما غا ندي الخط الامامي. زياش يقدر ما يلعب شي. الى غا ندي الحاكيمة واش ندخل حداه نصيري ولا ما ندخل حداه نصيري ولا دخل يوم الكعب. شكروه غا ندي الفلسر واش امين عدلي معني بزاف ديال ديال. ما عدي لغا تقول له غا نقبض الفارق الاساسي وهادوك الاماكين اللي ما كانوش فيهم اه او اللي ما كينيش فيهم دك اللاعبين اللي كانو اللي هما املح غا نعود املح وغا نعود سايس ونلعب الفارق. هالخورين ما لعبوش. يلا دخلت الفارق باش تشوف انك لما غا نزيد ضياز شنو غا دي بلية. يلا غا ندير ضياز وندير 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 راحيمي. يعني اه. الاخرين كي غا ندير لهم وما كتار. وما كتار كتار. ده اول مشكيل. را ماشي مبارا ولا جوج. ماشي مبارا ولا جوج رخص مباريات. دبا والان غا دي اختار يعني غيرش في وسط الميدات با كلاش حافية دي اللاعبين. ترى مسألة ماشي 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 سهل. لانه استمرنا بود دطوي لا باش لقينا دك الفارق الاساسي. دبا لما غا دي نغيره خاصك اه. ماشي هنقول خط انصبرو الوقت انصبرو ولكن اللي خصك اه. بجي المنقبلة ما يكفيوش باش انك تتعرف على جميع اللاعبين. وما يمكنك شي كل شي غتلعبوه 75 دقيقة. اه. المنتخب مغربي اه. لا لا ده ما شي شي كين شي. حيث صعيب انك تبدأ تدير واحد للا. كأسي في ريال مغريب خاص تكون تكون خاص تكون مغربية. مع شين يتكون مغربية. اه. اه. احتراماتي اه المنتخب خاصه مهاجم ديال اه. الصندوق. صندوق زماني مهاجم ديال. اه. طيب اه. شكرا السيب القاسم. اه. اه. نريد ان نسأل سيد الرجال اللي مدى ينادي على لاعب الجيش الملكي الذي اداء الذي. الذي دائما يطعم. فريق الوطن بلاعبين محترفين محترفين محاربين مثل اه حريمات. اه. اه. اصطبيق علم مبارح بيك النظري ولكم واسع النظر. سي. اه. سي محمد يقول اللي يكون في علمكم يا السيد النظري ليس كاتطبيقي. يعني المباراة الحبية كالنظري ولكم واسع النظر. ودبا مع فهد المباراة اللي يديه واش نعتبرونا معتبروها شي. يعني شوف اللعبينة كلمزيان رغي يكون في لمزيان لا في المباراة اللي يدي ولا في المباراة الرسمية والمواري طرح مش سهل ما عم نغلبوه. اه. نشوف الاخوان دي اله في الواتساب. لانه طلبنا منهم يعطيونا اله. اكتير هذه السيدة ده. لا يمكن انا ما قريط الاشتعال قديروه كاملا. بدلوا انه كان هدا الجوج دي المباراة تبعا منتها بخابات اه شي بقاوية لنتعرف تامنا لا ما على انغولا واسمتهم. امور تانية لما رتح سنون الفراقي. سنو قشي داك المباراة السهلة اللي غنقول بانه صحيح انه اللي ما تيكونش عنده القاب وما تيكونش عندها عنده اسم كبير على الموسة والقرشكل ولكني مباراة حدتها هتكون صعيبة تيكون صعي مثل المقابلات اه تيقول بانه جوجي المباراة مع فرق اخرى. هذا هو ما المتحيل الان اه منتخب متكامل ما شاء الله خاصنا انتقوا في اللعبة القديم احلى ان شاء الله مصطفى العمري من مراكش. مش انت يعني شو هاتش اللي فيه من من التفاؤل بزيان لانه عالش انا غادي نقلب على ام نقلب دائما الامور لي ما هياش. اي صحيح انه احنا الآن تستقبله مكالمات وتنقره تعاليق ديال اه الملايين. فرا كل واحد نظرة ديانو. كله نظرة ديانو. كاللي غايب له المباراة اللي اديه مزيانة. كاللي ماشي بزيانه. كاللي غايب له بانه ماشي بزيانة. خاص فلان خاص فلان المدرب ماشي مسؤوليته انه خصو يختار ممكن انا نلقى انا اعطيت اسم ديه لواحد اللعاب واحد اعطي اسم لعاب لاخر كذلك غنقوا عشرين واحد كل واحد عشرين لعاب المدرب خصو يدير واحد واحد من يغي يختار واحد هادو كل عشرين واحد فيهم راه كما تقول استاتيسفي اختار اللعاب اللي كنت بغي واكيرا تسعتاش الواحد ضده طرح هادي هي كرة القدم هدا وتدريب دب احنا كل واحد عندو رأي ديه لف بعض اللعابة وفوحد تشكيله المدرب عندو حداش وصعيب تلقى واحد يعني طحف حداش ديال 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 اللي غايد خل المدرب الى القينا هاد سيد هذا دخل يعني او القينا واحد المجموعة من الناس متفقين على ذاك التشكيلة اللي خدا المدرب كنوا علي قين بانو غادي للقاو المئات الالاف اللي مارادينش عالشي لكين المسألة ما تطلبش يعني شي جي هاد اه 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 سيزتوق سؤال شحال خاص ديال الوقت نعطيه لرحيمي وهد اللاعبين الجذو شو غير اللفت باشا تكتبين رحيمي بوحدو تتبين اللاعبين الجذو رحيمي وغيرو يعني شحال ديال الوقت انا ما عرفش شحال ديال الوقت انا عطيتك انا عطيتك غير تفسير رحيمي الى دخلتيه فوسط الفارق الاصلي اللي احنا عدنا متنا عدنا فارق احنا هنفرضو بانه عدنا واحد خلي رحيمي انا غانه دريك على لاعب واحد على مسألة بسيطة جدا عدنا فارق في حداش اللعاب حداش اللعاب اساسيين معروفين نقص منهم واحد هيدنا غاندخلوا واحد اللعاب هاداك اللعاب غايدخل فوسط داك المنظومات ديال اساسيين المرضو ديالو ما تتحكمش فيه ما تعرفوش كله غايقو كلها دخلتيه هو اول مرة ودخلتيه مع اللعابان اللي عندهم جريبة كبيرة كان خصو يدخل معا واحد مجموعة اللي اه يعني فلموس سوا ديالو ومثلا لا كان خصا نخرجو خمسا ديالعابان وندخلوا لعابان اجداج باش يولف يعني باش يحس براسه بانه مش يبعدو اذن إلا غان تبقوا الشيء لا رحيمي رحيمي واشي لا دخل المستوى ديالو باش انا عارفو إلا دخل معا فارق اللي هو الاصلي انا ماشي بحال لدخله هو واحد ستة ولا سبعة ديال لاعبين تيالابولي اول مرة مني غايدخلو ستة ولا سبعة ديالي اول مرة بحال ديالو امتحن وليهذا مشي قادية تربع ساعة ولتولوت ساعة ولتساعة ونص اللعاب من انتي يجل الفارق الوطني تيجي لأنه عنده المؤهلات الفارق الوطني هذه القناعة لي تنقول لان دايما ما تقولش بأنه لعبه عطوله باش يجربوه ما تنجربوش احنا في فارق الوطني في شنو مشكلة اللي كان فارق الوطني كين اللعاب اللي عنده امكانيات ولكن ما تيجل الفارق الوطني ما تتعقلمش كاي اللي تشدو ما تينساجم شاي ما عندوزك القوات الشخصية تيترهب هاكا هي كورة القدم حنا في المغرب حنا بزاف ديال الناس اللي عارفين بأنه في الوقت اللي كان الفريق الوطني المغربي تيتكون من أغلب اللاعبين من المغرب من البطولة الوطنية هادوك اللاعبين ديال البطولة الوطنية كانوا فيهم بزاف ديال اللاعبين اللي عندهم إمكانية من أرواع ما يكون وتمات المنادات عليهم للفريق الوطني ولكني عمرهم مديروا مباريت بزينا مع الفريق الوطني بما نعطي الإسماء ديالهم كل اللي بقي في الحياة تكلمات وبالزاف ديالنسر عارفين هالشيهده وشونا تنقول اليوم هادوك اللاعب ديال فرقتو تشهرو بأنه لعاب ديال فرقتو علما بأنه عندو إمكانيات يمكن تحسن لحدين أخرين ولكني ما تمشي للفريق الوطني ما تيدير حتى عشر في المية من دكشي ديال الفريق علاش هاكوك كاي فريق الوطني تحس في الفريق دياله بأنه هو رقم واحد هو المسير والمايسترو تمشي للفريق الوطني تيولي بح كيلي تيكون حشومي كاي اللي بزاب ديال الأمور وكيلي تيكون لعب عادي جدا تمشي للفريق الوطني وتيبرز وتيبرز بحالة تيضرف الطبناء تيبرز وتيشد بلاستو وتيقاتل عليها ولهذا لعابي اللي غاتلعبو ستين دقيقة ولا سبعين ولا ثمانين إلي لعبتيه وما كان شيء مزيان إنشي في حالاته لا كورة القدم بمتبال الفريق الوطني خصت تعطيل الوقت مشي الوقت في المباراة داب يلا يدخل واحد للعاب ودانه مقابلة مزيان نصف يخذ بلاستو ويلعبت المقابلة تاني وما كانش مزيان نقوله سين في حالاتك لا إلا عنده مؤهلات خصت صغير أنه مع مرور الوقت تياد أضاب توتيه أخذ المكانة دياله ما شيء قاديت أنه لا واشي لعب ستين وسبعين أني لعيت لشي واحد للفريق الوطني ودخلته لمدة ستين دقيقة وما كانش مزيان لا تعنيش معناها أقول له سفي سير في حالاتك لا ما كايش لعب ديال الفريق الوطني تيالعب مقابلة وحكم عليه للستين دقيقة لا يبقى يجيه لعب ليوم غدا ليوم غدا حتى يتبت بأنه هذا ما عندوش مشكل ديال الكورة تيبغي يدير كتر من الجهد وكاي اللي تيبغي يلعب ماشي اللعب ماشي يلعب تيبغي يدير اللعب ليومشي دياله بسف ديال الأمور كاي اللي تيلعب بطريقات أخرى تفرضى للمدرب لا تناسب لإمكانيات دياله هذه الأمور اللي تتحدد ما سبعين دقيقة ولا ستين دقيقة ما شيء اللي السلام عليكم لماذا لم يتم مونادات الحمد لله ما هذه الأسئلة ديال المدرب ولا غي ولا أعطي للعلاش من لك أنا خطرت جوجيا المهاجمين صعب نقول لك علاش يمكنش نقول لك بأنه علاش ماشي أقسع عيد رمضان مبارك بسحة والعافية أليس استبعات زنزولي خطأ خصوصاً أن اللعب يرتكي وبعض الأخطاء التي يمكن إصلاحها مع تدريب لما مغير فريق الوطني أولمبي في الفريق الأولمبي ربحال الفريق الأول وليه يعني أنه الفريق الأولمبي ما يمكن لشي رجع للفريق الوطني زنزولي ماشي لاعب واعد ماشي إشكال ماشي قاعد يستبعد هيكون تنسيق وهيكون هادرين معاه وتتكلموا معاه يعني بسألة ما تنضوش بينه اللعب غاي يجيبوها وكما يدروش معاهم لعب أتدر معاهم ده بلعب ماشي لعب ديال اللعب رخ تذكر معاه ماشي لاعبين يعني ما غط كلمة نقول لبتو واحد ما غاي يسوق ليهم لا لا تتذر معاهم وتتكلم معاهم ساعد ما هو تبرير لي غيم اهضرنا عليهم ماشي لف اللول ماشي المبر تبرد ديالي أنا ماشي تبرد احنا تندير قير اه فش ممكن يكون دار المدرب شنو المدرب شنو جيل بالو والمدرب ما احنا غيرت نشوفه وتنقول بان لاش ممكن تكون هدي ممكن تكون هدي ما هو اللي عنده الجواب الصحيح ماشي احنا احنا ما يمكن شنو ما عيتش عليه المنطق اللي ما تنخدم به انا وما تنتعم به واتنقول لاش ما عيتش وكان خاص تقدير هاد شي هذا ما يمكن ش ماشي يكوي ماشي ماشي ما عيتش مو ممكن تكون هدي القضية هدي علش ما عيتش او يلتبت بانه الاختيار ده لو ما ش سحافين غي يتبت غي يتبت في المقابلة لما تلعب مقابلة عايز هنقدر ما يقول بلك غلطية في الاختيار دي ولي باش نقول ده بلا حيث ان التش احد ما ضمن كاي يكون المرضو دي لاب لعيت لهم ما امكش ما قدرش نقول بانه هذا مزيان وهذا خيب لا هدو لعبين تلعبوا محترفين هو شاف بانه هدو صالحين عايزت ليهم تهلا امر السلام عليكم رمضان مبارك كل ثمانية تبدو ان هدي تشكيلة مدعمة بدماء شابة جديدة باستماية مختلفة لكن على المدرب انا يوضف اللاعبين بطريقة واسلوب جديد بخلاف الخطة التي كان يلعب بها من تولي القيادة المنتخب البطني سنبيل من كندا ممكن انا درت واحد اشارة قلت وديبي انه احنا امام لاعبين جدود واش انه المدرب عنده القناعات دياله على انه الطريقة ديال اللاعب تلعب بها هي الطريقة يعني خصو يمشي بها في جميع المبارات ام انه عنده امكانيات وعنده خطط تتفق مع المساويات ديال اللاعب حيث انه لعبين عندنا لعبين عندهم مهارات واللاعبين اللي عندهم مهارات تطلق لي مش ديال الحرية والحرية راه تتنافى معها بزاف ديال الحويش يمكن اعطي لك المدرب خاص تاخذ كورة من ان داع لك ترجع تدفع ودير 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 كي لعب لي ما تكره شي حاجة سميسا انني غد ندفع كي اللعب لك ما ما تعديش هالدور هذا ولكن لا يعني بأنه ما يدافعش بأنه غير تفرج لا كي اللي كاسمي كي اللي اللي غير ياخذ الكورة غير يلعب ها كي المدرب يقول لا لمش الكورة هل يغدير ولا يغدير صعب كي كي اللاعبين تيبغيوا شوية ديال الحرية كي ما سمعنا زال لي المنز يقول لا أنا تعطي شوية الحرية يعبر كيف هالي أنا عندون مهارات الفنية ما يكش تقيد ه تقول لا هل يغدير وهل يغدير آآ 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 عقل سيز دوق آآ غا تقرب كأس إفريقيا غير رجعو اللاعبين اللي كانوا إيو أنت من عارف هاتشي شغان قول لي محدي ونقلك محدي ونقلك ما ما تشي لغايبين ركا رهدنا اللي غايبين غايبين لساببين ما ركا اللي موصابين غادي رجعو راس صباري غادي لعب فريق الوطن ما فالنقاش فيها زيزولي غادي مزراوي ما ما غاي حي دوت شي واحد مم أمين حاريت ترا مش تقصى نهائي المعدة ما عرف شنو واش كانت اتصال وما كانت اتصال معه هد هد أنا هد بول يعني الحاجة الوحيدة اللي ما لقيت لي هشي القراءة ديالها صارحة شكرا لكم بشي لأخور كل شي كانت يبال لي بأنه تبال لي يبال لي يعني المبررة اللي عطيت لراسي بأنه ممكن قبلتها ولكني حاريت ما نشوف أنا حاريت يلعب زيان من حسن اللاعبين آآ سي ساعد وقل عليك تحدي المنطقي واش اللي جا وغادي نجربوهم عبعضياتهم وغا نشوف الإضافة ديالهم على ناشي المجرب هذا هو التساؤل ديالي عافظ هذا هو التساؤل دك تشكيل اللي غا دخل غا تبيل لين النوا ديال المدرب واش بغي يشوف الفارق ككل أو بغي يشوف اللاعبين وانا لا أعتقد بأنه مدرب غا يقول لك نشوف اللاعبين حيث اللاعبين لما تتجيبو يجبتي بأنه عنده مؤهيلات بشي عبب فارق الوطني إذن تأثير ديال اللاعبين مع الفارق مع الفارق شحل غا ديالعبو عرا عنده الاختيارات يعني عنده جديد للمقابلات عرا كل واحد يلعبو ربع دقيقة وانا لا خمسة واربعين اخرها بزيال ما كانت مشكل غير خسن نمشيو يعني بحلة بغيت تقول نساو بأنه واحد مبارك ستربح خسن مبارك خسن تلعب خسن تلعب خسن تلعب يعني ما يكونش الهاجس ديالنا هو أننا نربحو معني الهاجس ديالنا هو أننا ونشوفو اللاعبين اللاعبين ونحاولو نشوفو التوظيف ديالهم وإن كان توظيف ديالهم نوع ديال المغامرة دخل درني كاملين دخل دخل شوفو اللاعبين شوفو اللاعبين شوفو اللاعبين في مثل هاد المقابلات وخلي نضيف هاد هادين ضيفها عدك شي اللي قلت على الفريق الوطني في مثل هاد المقابلات ما خسن نشوفش واحد دخل في دقاءة 188 ما عندها معنى ما عندها معنى أنني نشوف واحد دخل في 88 ولا غير تغييرات 180 تيقلبوا عليها في 80 ذاك المقابلات لما فيها لوقت بالضائع ولولوا ذاك بغت تتربح بها بعض التواني ولا في 89 لا لا آخر تغييري لا غايكون غايكون في دقاءة 65 65 خلي الناس لعب الكورة ونشوفوهم أما ذاك 88 89 ما ما دخلني جديا دقيق حتى ولو دخلني ونكونوا خاسرين ونشجل هادف أنا مش جدت هادف جاتي كورة ضربتها بالرأس ونخلتها صيفها تختارني لانكورة ضربتها بالرأس إذن التغييرات ذيك اللحظة الأخيرة في هاد الموبايليات اللي ودي ما عندها معنى أنا هاكوة نشوف أنا عندي عندي لائبين ما شيفهمش وخاسني نشوفهم وغاللعب لهم مقابلة ونربح بجوز صفر وغالنون دير تغيير مني تبقى خمسة ديال دقائق لا ها هاكو ولهدا باشي مكننا أننا نشوفو أكبر عدد من لائبين خاصك لعبة لما لعبشي لما لعبشي يلعب واحد خمسة وعشرين دقيقة لما لعبش هذا لما لعبشي أنا بنسبالي لما لعبشي محتى عشر دقيقة لنخرانية ويلقى بدكورة واحد دخل عشر دقيقة لنخرانية اخدا واحد كورة دار واحد لاكسيوم ا دارة احت شي واحد قايب لي رسمي ما يقول لي اش رسمي هالله تيل عمزينا تدخلي تدخلي غير شك فراسك واش مزيلا مزيلا شي ولكني إلا دار داك الاكسيوم زيانة وفوصة عشرين دخي قادر غير ديك بوحدة قد قلت شلعت الله ولكني إلا دخلتي خمسة ديات دقايق ودار واحد الاكسيوم زيانة الجواري كوايا يا دخلات تلخر شوش داير اه اكسيوم حدا احنا بغينا يديرها في طيلة المقابلة وهدا هو اللي تنقول بأنه راه اللاعب الجيد هو اللي تنتج باستمرار مشي واحد الكورة بالراس الله واحد القدفى من البعيد السر هي الخطة وروح القتالية والدفاع عن الرايا بعيدا عن الفردانية والانا صحيح صحيح كين لعبين لعندهم مهارات وكين لعبين للمهارات ديالهم محدودة وتيمتازوا بالاندفاع البدني تكونوا قوين تخاص منهم اما رابط اخصوا واحد اخر وليشو شخرين اه اللي فيهم هاد الشي هدا اه مشي غير اما رابط حتى اللاعبين لي عندهم مهارات خصاص يكون عندك ال يسميعون ذاك ال الدفاع ذاك تحس بينا اللعاب حالي كنت تشوف ذاك اللعاب اللي تين تفشعره هاد شي بد نقول اللعاب ماشي فقط عنده غير لا 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 اللي غا ما يسامح شفاف حقه الكورة تلقى بي عنده داخل درجله وده قاوي ديره وشو يجر حيث الكورة افريقية تتبغي مثل هادشي مش دا الكورة في العالم ولا توقع احنا شو البارح الموردية اللات التي كوي كنت هي القتالية فيها كتر من الكورة قتالية كتير كبير 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 هادش هي الكورة هادية الكورة وخا تلقى اللعاب قصير ولكن يتلقى شو هو دا القافي ديال ديال بارسلون شو قداش ميتر وخمسة وستين وميتر وثلاثة وستين ومع ذلك ميسمش فحقه يدير جلو بيدير هكام فهدية النوعية ديال ديال لتعطي وتعطي والوسط ديال الجرينتا يدع نكون لحال حنا درنا درنا واحد القراءة في في اللائحة اللي هي اللي حدد ديال الساعة بقى فقط غير نذكر واحد القضية كنت نذكر عليه دايما وشتهل بارح وبغيت نتقاصمها مع المستمعين المشاهدين هذه القضية ديال اللي تنتحطي على دائما بأنه ديال الفرق المتخبات الكبيرة أو المتخبات الصغيرة أو لا هي تنتذكر على آآ ما بقاتش فرق كبيرة وفرق صغيرة غير البارح هنا تنشوف اللائحة ديال الفرق اللي تأهلت يا مرحبات الكأس ربع نيات كأس تشمبيونس ليج واللي هدرتي معتي يقولك لا راه ما بقعت شاي الفرق يكون شي كيف كيف لا ما شي كيف كيف تشمبيونس ليج تأهلت ثلاثة ديال الفرق من تسبانيا الريال بارسا لاتليتيكو وش فرق صغار شكل يتأهل من انجلاتيرا انجلاتيرا السيتي والأرسونال الباريسانجيرما شكل يتأهل من ألمانيا بايرمينيخ ودورتموند كي الفرق صغير فينهم الصغار يك الفرق كلهم تتساووا عليهم ما طلعت كوبنهاغن ولا ليماصول ولا شي فرقة تعادلات شي نهار شي مباراة وجي المدرب ديال يقولك لا راه ما بقاوش هاي الفرق ما بقاوش الفرق الصغرى هذا كلام ديال الفرق الصغرى غير سجله على أنه المدرب المدرب تقلب على المبررات لما تقول الفريق دياله دار مقابلة سيء أو تعادل معه فريق مغمور وتيجي وقولنا راه ما بقاوش الفرق الصغرى لا هذاك فريق صغير تعادل معك انت دار مقابلة مزيئة انت دار مقابلة سيءة أما انت يا فريق كبير وهذاك فريق صغير دار مقابلة مزيئة إذن نميزه ما بين ما بقاتش مقابلة سهلة وما بقاتش فرق صغرى الفرق الصغرى بقى صغيرة لأن هاي العربون بين أنا أعطيتكم ما دا بغير أوروبا هاي هم الفراقين بثمانية أعطيوني هذا الفريق الصغير ليوصل فينا ما الصغر مكين ليوش الأطهر ولكن هذا الصغر هتلقى بأنه دا واحد نار تعادل ما وحد الفرقة كبيرة وهاديك الفرقة الكبيرة المدر بدي يلاقي كلا من تعادلنا ما بقاوش الفرقة الصغرى لان غن تكو تضعف ذاك النار وما كانوا مزيئة لنا شيري كين شكرا لجميع رمضان مبارك إلى اللقاء